موسيقى دق الشماسي موسيقى لا تذكر صناعة الشماسي إلا ويذكر معها أغنية العندليب الأسمر الشهيرة دق الشماسي فلا تكتمل رحلات الصيف على شواطئ البحر إلا بتلك المظلات البديعة التي تلون ذكريات أصحابها كما لونت صيف شواطئ مصر المختلفة موسيقى ومن رحم صناعات يدوية تحارب للصمود أمام طوفان العولمة ما زالت هناك أياد ماهرة تصر على التمسك بفنون وإبداعات تراثية تتضافر فيها منظومة جمالية متنوعة الخامات والألوان لكن هذه الصناعة باتت في خطر حقيقي مع ارتفاع أسعار المواد الخام خشب هذا نحمر وخشب هذا يزيق كل سنة في طريقة مهولة يعني احنا مثلا كنا من سنتين كنا يجيب ألفين جنيس سنة فيجب ثلاث تلاف النهاردة بلضع ثلاث ونص وبنت عدى أولا ما نجيب الخشب دون المكان ونجيب ورشة ونصنعهم ونجيبوا غاية هنا ومش لقينا أي دعم من الدولة ولا أي مساعدة بالنسبة أن هي صناعة عديمة يعني صناعة يعني اعتبر مكسابة اعتبر اهمش ربح بسيط وتمر هذه الصناعة بعدة مراحل أولها تقطيع الأخشاب على أعواد وفقا لأطوال معينة وتكمن مهارة الصانع هنا في مدى قدرته على مراعاة أبعاد الشمسية ثم تأتي مرحلة تفصيل القماش وكمعظم الحرف التي تفاعلت مع سنوات الزمن فقد شهدت صناعة الشماسي هي الأخرى اختلافا لصالح الكم على حساب الكيف فبعد أن كانت الورشة الواحدة لا تنتج أكثر من أربع شماس في الأسبوع باتت تنتج حاليا أكثر من ثلاثمائة قطعة في الفترة ذاتها ولكن ليس بنفس الجودة والذوق الرفيع وبفعل أزمات اقتصادية عديدة وإهمال للحرف التراثية أصبحت صناعة الشماسي حرفة على شفى الانقراض لتصبح قاب قوسين أو أدنى من الإخدفاء مثل العديد من حرف الآباء والأجداد اشتركوا في القناة